ناقشت لجنة إعداد الخطة والموازنة بمحافظة عدن في اجتماعها برئاسة محافظة المحافظة أحمد لملس عدد من الخطط والموازنات المقترحة من المكاتب التنفيذية بالمحافظة والمدريات حيث تمت مناقشتها وإحالتها إلى اللجنة المصغرة وتطرق الاجتماع الذي ضم أمين عام المجلس المحلي بدر معاون سعيد نائب رئيس اللجنة وكيل أول المحافظة محمد نصر الشاذلي إلى مؤشرات القطاعات الإرادية التي تعد أهم مرتكزات الخطة والبرامج الاستثماري وتدخلات ومشاريع المنظمات الدولية بهدف منع التداخل والازدواجية بين محتويات الموازنة الاستثمارية وتلك تدخلات وفي الاجتماع شدد محافظ عدن على ضرورة إنجاز خطة وموازنة العام 2020 وفقا لمختضيات احتياجات وأولويات المواطن وخدماته الكفيلة برفع مستوى وتحسين الخدمات المقدمة لها وبموجب ما تتطلبه المرحلة الجديدة من عملية البناء والتنوية لافتا إلى ضرورة أن تكون الاتجاهات العامة لخطة وموازنة العام القادم مكرسة لانتشال القطاعات المرتبطة بالمجتمع تراعي التوسع العمراني الذي شهدته العاصمة عدن والازديادة الملحوظ في عدد السكان وكذلك العدد الكبير من النازحين والمهاجرين المتواجدين فيها ومواكبة للمتغيرات التي طرأت خلال فترة السنوات الخمس الماضية